فيدينا بعد مجز لهم الأخبار مع دينا شكرا لك شازلي التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تلبية لدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مصر لمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا أن القمة الثلاثية التي تجمع الرئيس السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في مدينة العالمين الجديدة تأتي تكسيدا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية ويبحث القادة الثلاثة آخر مستجدات القضية الفلسطينية وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف تطوير أعمال منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وتحويلها لمدينة طبية عالمية في قلب القاهرة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي برئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماعات تطرق أيضا إلى ملف تطوير التعليم العالي الذي شهد طفرة كبيرة على عدد من المستويات منها عدد الجامعات الذي تضاعف خلال سنوات قليلة من 49 جامعة عام 2014 إلى 92 جامعة العام الحالي وجه رئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار صندوق السيادي في تعزيز جهوده لتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الإثثمارية بالدولة وخلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط اطلع الرئيس على مجمل مشروعات وأنشطة صندوق مصر السيادي الذي يهدف إلى زيادة حجم الإثثمارات في مصر وتطوير نوعيتها بالتركيز على القطاعات ذات الأولوية للنمو ونهوض الانقتصاد الوطني ومن بينها التحول الرقمي والصحة والتعليم والهيدروجين الأخضر أعلن الجيش الأوكراني إسقاط مجموعة صواريخ ومصيرات روسية استهدفت مدينة أوسا جنوبي البلاد وأكدت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية صد جميع الهجمات المشيرة إلى أن الشظايا الناجمة أحدثت أضرارا وسط المدينة مما أصفر عن إصابة ثلاثة تأتي الهجمات الروح صاروخية وبالمصيرات بعد يوم على إعلان موسكو عن طلقات تحذيرية صادرة من سفينة حربية روسية تجاه سفينة الشحن كانت متوجهة إلى ميناء إسماعيل على نهر الدانوب في أوداسا أعلنت المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في النيجر عزمها محاكمة رئيس محمد بازوم بتهمة تقويد أمن البلاد كما انتقدت المجموعة قبات دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكوس ووصفها بأنها غير قانونية وغير إنسانية ومهينة تفقد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون مصانع عسكرية رئيسية في البلاد من بينها مصنوع لإنتاج الصواريخ التكتيكية وضفت الوكالة أن كيم عبر عن رضاه إزاء تركيز المصنع في الأونة الأخيرة على إنتاج الصواريخ التكتيكية وزيادة القدرة الإنتاجية وصل أعضاء من الحرس الوطني والجيش الأمريكي عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة بجزر هواي جراء حرائق الغابات وقام الجيش الأمريكي بنقل مئات الأشخاص وتوفير مواد الإغاثة للمتضررين بمناطق الحريقة يأتي هذا في الوقت الذي وصل فيه عدد الوفيات جراء الحريق إلى أكثر من 90 شخصا وإصابة العشرات أفادت مصادر بالإدعاء العام في ولاية جورجيا الأمريكية بأنهم يمتلكون وثائق تظهر تلاعب فريق الرئيس السابق دونالد ترامب من نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020 وأوضحت مصادر إعلامية أن الوثائق تتضمن رسالة إلكترونية ونصية تربط أعضاء فريق ترامب مباشرة بخرق نظام التصويت وأضافت أن لدى المحاققين أدلة على أن الخرق لم يكن جهدا تطوعيا من مؤيد المرشح الجمهوري في ذلك الوقت بل تمت بالتنصيق مع مقربين منها ختم مجزء التاسعة فاصل ونعود لحضركم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر